بسم الجوعة وأطفال اليمن والأجساد النحيلة والأرواح المنهكة يعقد مؤتمر المانحين في جنيف للاستجابة الإنسانية للعام 2019 ينعقد المؤتمر في ظل أزمات إنسانية ومعاناة تتضاعف منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة قبل أكثر من أربعة أعوام تهدف خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن للعام الجاري إلى مساعدة ملايين السكان لتغلب على الجوع والحد من تفشي الكوليرا والأمراض المهدكة وتعزيز كرامة الأسر النازحة وتقليل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح نداء الاستغاثة الإنسانية الموحد الأكبر الذي أطلق من أجل اليمن تسعى الأمم المتحدة من خلاله لجمع أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي لمساعدة وإنقاذ أكثر من واحد وعشرين مليون شخص أوقعتهم الأربع سنوات الماضية من الحرب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم معاناة مخيفة وأرقام صادمة إذ أن نحو 80% من إجمال عدد السكان يحتاجون إلى المساعدة أو الحماية حسب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزي جراندي التي أشارت إلى أن عشرة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة والموت جوعاً بينما يعاني سبعة ملايين من سوء التغذية هل يلبي مؤتمر جنيف الإنسان هذه المرة احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية وينقذ الملايين من الموت جوعاً؟ أم أن الأموال ستتبخر كعادتها بعيداً عن نقاط الاحتياج كما تبخرت أموال مؤتمرات المانحين السابقة والتي لم تنجح في إحداث أي تغيير ملفت للأزمة الإنسانية؟ مؤتمر جنيف الأخير هو الخامس لحجد دعم لليمن حيث عقد أول مؤتمر للمانحين لدعم اليمن في العام 2006 في لندن فيما عقد آخر مؤتمر في أبريل الماضي 2018 والذي بلغ مجموع تعهداته نحو ملياري دولار مؤتمرات ودعوات أممية لجمع الأموال باسم ضحايا الأزمة الإنسانية لا يعول اليمنيون عليها كثيراً لرفع المعاناة وتخفيف الأزمة الإنسانية في ظل استمرار الحرب واستمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطق في اليمن واستهدافها لأعمال الإغاثة وبسبب فشال أموال المؤتمرات السابقة في إحراز أي أثر لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة